إلى البلقان حيث حذر أيضا وزير الخارجية الكرواتي من الدعوات الانفصالية في البوسنة ما يعيد شبه حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي وقد كان زعيم صرب البوسنة قد هدد بمغادرة القوات المسلحة المشتركة لتشكيل قوته الخامسة في نهاية نوفمبر كما أعلن خطته لفصل جمهورية صربية عن القضاء البوسني وعن نظامها الضريبي فيما اعتبر الممثل السامي للمجتمع الدولي انسحاب جمهورية صرب البوسنة من جيش البلاد الوطني خط أحمر كما جدد الرئيس الصربي أيضا رفضه استقلال كوزوفو وفي مقادونيا الشمالية أدت استقالة رئيس الوزراء الموالي لأوروبا إلى توتر سياسي من جهتها أرسلت واشنطن مسؤول ملف غرب البلقان في وزارة الخارجية إلى سارييفو في محاولة لتطويق تلك التطورات ترجمة نانسي قنقر